هذه المضامين تشكل وحدة حقيقية متكاملة من القواعد والقوانين في ظلالها تتشكل الأسرة الإيمانية إذا جمعنا بين هذه المعطيات بين أحاديث الأبوة الحقيقية وأحاديث الرحم الحقيقية أتحدث عن الرحم الإلهية النورية التي هي رحم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم وجمعنا مع أحاديث رسول الله من أن كل نسب وسبب سيكون منقطعا يوم القيامة إلا ما ارتبط به ما ارتبط برسول الله ما ارتبط بمحمد وآل محمد ونظرنا إلى كلام أمير المؤمنين في التحذير من الدجالين من ولد فاطمة وجئنا بالتوقيع الشريف ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح القرابات الترابية التي يؤسسها المنطق الترابي في عالم التراب لا قيمة لها القرابات الحقيقية هي القرابات التي تنشأ في ظل قواعد المنطق النوري شيعتنا منا ونحن منهم بحسب المنطق النوري بحسب المنطق الترابي لن نستطيع أن نفهم هذه الكلمة من أن الشيعة منهم صلوات الله عليهم ومن أنهم من الشيعة شيعتنا منا ونحن منهم ترجمة نانسي قنقر